تظهر آخر التقارير والمعلومات وصور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدى تقس العرب مساء السبت إلى استمرار تواجد العصار شابالة في بحر العرب حيث ما زال يصنف كاعصار من الدرجاء الرابعة في مصار بات يهدد جزيرة سقطرة اليمنية بالإضافة إلى محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن وأجزاء من محافظة الظفار جنوب غربي سلطنة عمان ويتوقع أن يتحرك مركز العصار نحو الغرب يوم الأحد الموافق 1 تشرين الثاني لعام 2015 ويبدأ بالتالي هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظة الظفار في سلطنة عمان قد تمتد إلى أجزاء من محافظة الوسطى تترافق مع رياح شرقية قوية وارتفاع الأمواج بشكل كبير لما يزيد عن سبعة أمطار على سواحل محافظة الظفار وترجح أغلب تنبؤات النماذج العددية الجوية المشغلة لدى تقس العرب بأن تمر عين الإعصار بمحاذاة السواحل الشمالية لجزيرة سقطرة اليمنية ليلة الأحد الاثنين بالإضافة إلى صباح الاثنين حيث لن يزيد بعد عين الإعصار عن الجزيرة أكثر من 140 كيلو مترا وذلك بالتزامن مع قون الإعصار مصنفا بالدرجة الثالثة لذا يزاد تأثير الإعصار على الجزيرة بحيث تصبح الرياح شمالية غربية قوية السرعة وتصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية لما يقارب 80 كيلو مترا في الساعة مع حبات ربما تتجاوز 120 كيلو مترا في الساعة وذلك مع حطول كميات كبيرة من الأمطار قادرة على تشكل السيول جارفة وفيضانات في تلك المدينة وتلك المناطق مع ارتفاع الأمواج بشكل كبير يشكل خطرا على جميع المناطق الساحلية ذات الارتفاع المنخفض ويتوقع أن يتحرك عين الإعصار مبتعدة عن جزيرة سقطرة تدريجيا ما ساعات مباع الظهر وعصر الاثنين مع بقاء التقص عاصفا وماطرا بغزارة خلال أغلب فترات النهار وذلك مع توجه عين الإعصار نحو محافظتي المهرى وحضر موت في البر الرئيسي لجمهورية اليمن الخطر الأكبر من المصار المرجح لهذا الإعصار يتمثل في ضرب عين الإعصار مساء الاثنين وصباح الثلاثاء للسواحل اليمنية وتحديدا بين محافظتي المهرى وحضر موت حيث تشير التنبؤات إلى وصول الإعصار تلك المناطق وهم مصنف بالدرجة الثانية جالبا معه كميات كبيرة من الأمطار ورياحا وأمواج عاتية قد تزيد ارتفاعها 10 أمطار في بعض المناطق ونتيجة لقوة تأثير الإعصار وطبيعة تضاريس المهرى وحضر موت يحذر من خطر تشكل سيول جارفة وفيضانات واسعة النطاق بسبب غزارة الأمطار واتساع نطاقها كما يحذر من خطر غرق المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب في كل من المهرى وحضر موت بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر على المستوى الاعتيادي وارتفاع مستوى الأمواج لما يقارب عن 10 أمطار في بعض المناطق لذا ينصح موقع تقس العرب السلطات المختصة في اليمن بنقل سكان المناطق على وجه السرعة لمناطق أكثر أمنا وفي النهاية يحذر موقع تقس العرب الأخوة سكان جزيرة سقطرة والجزر التابع لها من تبعات هذا الإعصار المتمثلة بهبوب رياح عاتية وهطول أمطار شدة الغزارة قادرة على إحداث السيول والفيضانات في أجزاء واسعة من الجزيرة إضافة إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير قد يقارب العشرة أمطار في بعض المناطق هذا التحذير أيضا يشمل محافظات المهرى وحضر موت مما يستدعي تدخل السلطات المختصة لنقل وأجلاء السكان إلى مناطق أكثر أمنا